أنا مثلا من الأمهات اللي بحبها بحبها رائب جدا يعني أنت فين أو أنت فين يا حبيبي أنا مثلا في النادي لأ تفرق بنتك عن جوزك أنت فين يا حبيبي لأ حبيبي دا لأ لأ جوزي جوزي مهما عملت يختي الرجالة دي ملاش مسكة لو عايز يعمل أي حاجة هيعملها أيوه أنا وخير ويدا أنا بحذرك تتاني مرة أحمد بقيت على التنطق هنا هتجبط يا حبيبي ولأ عزمتك هتيجي حاجة أنا مش هتنفضيني ده نسيبه لوحده نسيبه لوحده يا دنايا ده خل عائلتنا الله يخلي يا رب لا أنا عايز خده آه والله ده جميل أمامتو جميلة لازم أمام حاجات حبي حماتك طبعا طبعا تعلمت جابة الجمال ده آه أيوه صحيح والله أنا دايما عندي أفريشيشن للأم جدا أنه كل ده هي اللي عملته طلعت وكبرت أنا عرفتها من تربيتها لي فهي عرفت ربي صح أنا خايفة معرفش ربي كده لأنه هي مديالو ثقة يعني أحمد حتى عايش لوحده ومش عايش مع أهله من ساعة ما كبره وبتاقلك لأ أنا ما عنديش بقى الكلام ده قلت له لا ده أعرف بيه اللي يخرج عن طوعي مالوش كلام معايا تعودوا معايا في البيت ده كأطفال ولا كزوج ولا ك لا كزوج ويفكر يخرج برا لا علينا احنا إسس ده احنا تهارين لا لا ده أنت وانت أي حد يعني برضه صليع بسلام اخفكر تخرج آه لكن ولادي لا ما أعتقدش أن أنا هوافق مثلا ما يدرسوا برا أنا ما بحبش كده ما أقدرش طيب بس يبقى فيه ترست احنا صحاب